أكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولية أن العمل في تنفيذ مشروع توسعة مبنى المسافرين ومحطة المرافق المركزية في المطار يمضي وفق البرنامج الزمني المخطط له وذلك ضمن الحزمة الكبرى من أصل 18 حزمة من سلسلة مشروعات التوسعة التي تبلغ كلفتها الإجمالية مليارين واربعمائة مليون درهام وأوضح أن التوسعة ستؤدي إلى رفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر بحلول منتصف عام 2027 جاء ذلك خلال اجتماعه في مدينة ميلان الإيطالية مع الشركة المشرفة على استشارات وتصاميم مشروع التوسعة لمبنى المسافرين الجديد ومحطة المرافق المركزية في المطار بهدف الاطلاع على تطورات سير العمل في المشروع